ممكن نبتدي بعادة بسيطة جداً اللي هو المضغة على الحاجات الصلبة أو استخدام السنان كأدوات زي إيه؟ في ناس مثلاً ممكن تبتدي وهو بيفكر يعد على الألم اللي مسكه أو يعد على الضوافر كل ده يؤدي إلي إيه؟ يؤدي إلي تآكل طبقة المينة نبتدي نوصل لطبقة العاج وبالتالي نبقى نسبة أنه يحصل لنا تسوس وتآكل في السنان بتزيد جداً الحاجة المهمة جداً في ناس بتستخدم السنان كأدوات زي إيه؟ زي المقص يقص مثلاً تيكت من تي شيرت جديدة بسنانه ممكن شايل حاجات كتير يبتدي يشيل بسنانه حاجة الكلام ده كله طبعاً عادات خطيئة جداً وممكن ومش واخدين بالنا بالزبط ومش واخدين بالنا ممكن تؤدي إلي كسر السنان سنة معمول لها عصب بتكون ضعيفة إلى حد ما وعشان كده بتحتاج يتركب عليها تلبيسة أو كراون لو السنة دي مش متركب عليها كراون وحصل عليها ضغط سواء بحاجة من الحاجات دي حتتقطم على طول فبالتالي دي عادة خطيئة لازم نتجنب السنان معمولة عشان المضغي الأكل مش معمولة عشان أي حاجة تلبيسة تتخدمها في حاجة تانية عادة تانية مهمة جداً هو المشروبات اللي بتستخدم كثرة استخدام المشروبات زي مثلاً الشاي القهوة مشروبات الغازية الكحوليات الحاجات دي بتأثر على السنان سلبي الشاي والقهوة بيأثروا بيعملوا سبغات على السنان كتير يعني كل حاجة نستخدمها بس مش بكترة بس لو شربت حاجة ووصلت أسنانك بعدها بالزبط لو شربت حاجة ووصلت أسنانك بعدها تمام بس استخدام الحاجة كتير برضو بتعمل لي مشكلة زي مثلاً شاي القهوة ما قلناها تعمل سبغات المشروبات الغازية بيكون فيها سكريات وبيكون فيها حمضيات السكريات دي بتبتدي تلزق على السنان وتساعد على التساوس والحمضيات اللي فيها بتعمل تآكل في طبقة المينة فبالتالي استخدامها كتير بيساعد على تساوس السنان ممكن مضمضة حتى بشكل سبيع مضمضة مهم جداً ودي حاجة من الحاجات اللي لازم هنقول عليها ودي الميا دي حاجة مهمة جداً في حياتنا بشكل عام الكحوليات بتأثر سلبي جداً على السنان بتعمل تآكل في طبقة المينة في الجزء القريب من اللسة وبالتالي بتلاقي السنة من الجزء التحتاني يحصل فيها تآكل ومع الوقت ممكن السنة نفسها تتكسر مع الضغط وبتأذي اللسة جداً ان بتعملي التهابات في اللسة وبتساعد على التهابات اللسة وبالتالي تجنب الحاجات دي أو ان احنا نقلل من كل المشروبات الخاطئة دي بيكون حاجة مهمة جداً التدخين دي بقى عادة صحيقة جداً ان العادة دي من ضمن الحاجات المهمة جداً اللي بتسببها التدخين بتعمل بتبوزلي الغشاء المخاطي بتاع اللسة وبالتالي بتخلي اللسة بتصرب كل الكيميكولز أو الكيميائيات اللي موجودة في التدخين وبالتالي تبقى فرصة الالتهابات عالية جداً جداً عشان كده بتغمق يا دكتور شوية كده بتغمق بالسخنية بتاعت السجاير أو التدخين بشكل عام بيخلي الميلانين اللي هو بيدينا لون البشرة يتركز في اللسة وبالتالي يبقى لون اللسة عندي غامق وبتحصل أكتر مع الناس اللي بشرتهم أغمق كل ما يبقى بشرتك ثمرة كل ما الميلانين يكون في الجسم أكتر كل ما التدخين يأثر أكتر على اللسة وبعد كده بيعمل لي جفاف في الفم